إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظم لازلنا أيها الكرام الأحباب مع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه من خلال هذا البرنامج فيتبعون أحسنه نحاول أن نستمع إلى آية في جزء اليوم لنطبقها لنعمل بها لتكون نبراسة لنا في حياتنا ومعنا في هذه الآية بيعة عظيمة بيعة عظيمة البائع هو الإنسان الضعيف المسكين ذو النفس المظلمة ذو النفس الظالمة ذو النفس المقصرة ومع ذلك المشتري ربنا يشتري نفسك يشتري نفسك ومالك على عجرها وبجرها على ذنوبها ويقتقصيرها هي ملكه ومع ذلك يشتريها منك فاحنا بتعرف بنا إنا لله وإنا اليه الرجعون كده كده احنا بتوعه ومع ذلك أعطاك نفسك فكسرت بها وظلمت بها وأذنبت بها ومع ذلك يشتريها منك وبأي ثمن بالسنعة الغالية بالجنة بأعلى درجاتها فالمشتري ربك وأنت البائع لو أردت والثمن غال وعال وثمين إنه الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم مؤمالهم بأن لهم الجنة يعني نعمل إيه يقاتلون في سبيل الله هنيئا لكم هنيئا لكم أيها المقاتلون هنيئا لكم أيها المجاهدون أنتم الآن تبيعون شيئا رخيصا بثمن غال إحنا إيه في الدنيا أصلا ننسوي إيه عند ربنا ننسوي إيه في أعلى الناس ولا حاجة لكن الله يشتري نفسك ويرفع قدرك ويزكي مقامك سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى الذي يجود على عباده الكريم الغني سبحانه وتعالى لا يحتاج إليك ولا إلى مالك ولا إلى نفسك لكن لمصلحتك يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون جهاد وشهادة دي معنى فيقتلون جهاد إذ خانوا في العدو ويقتلون شهادة وعدا عليه حقا هو الوعد الوعد إنه ينصرك الوعد إنه تجارة رابحة مكسب مضمون وعمل صادق وتجارة رابحة ومكسب أكيد لأنك تتعامل مع ربك سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة يجد التجارة بقد أنك تتقر بنفسك في نفسك تتقر بمالك لربك هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم كل الذنوب تغفر ويدخلكم جنات تجري من تحتها انهار ومساكن طيبة في جنات عد إقامة دائمة في الجنة ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين أنا مأمور إن بشرك أنا مأمور إن بشرك أنا مأمور إن أنا أأكد الوعد في قلبك وعدا عليه حقا ربنا أثبت هذا الكلام هذا الوعد أن من جاهد في سبيل الله رفعه وأعزه وأن من استشد في سبيل الله غفر له وأكرمه وأن من عاش بعد ذلك عاش منصورا معززا مكرما مرفوع الرأس والهامة في الدنيا والآخرة والله أثبت ذلك وعدا عليه حقا الوعد ذا الشيطان ما بمتأكد منه الشيطان بيقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأقلفتكم فلابد أن توكن من وعد الله جل وعلا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله لا أحد فاستبشروا افرح افرح ياللي بتقاتل افرح ياللي بتجاهد افرح ياللي بتطلع مالك لله في سبيل الله في الجاهد في سبيل الله افرح ياللي بتجود بنفسك ابتفاء مرضات الله افرح لما الدماء تطلع منك كده نصرة لدينك كما حصل الحرام ابن ملحان لما نفذ الرمح من ظهره إلى صدره فأخذ الدم الذي يثغم من صدره وألقاه على رأسه وجهه مبتسما قائلا الله أكبر الله أكبر فزت ورب الكعبة استبشروا استبشروا بيئكم الذي بايعتم به افرح افرح يا عمير بن الحمام لأنك في الجنة حين قال النبي يوم بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات الأرض مش قوموا إلى قتال الكفار ولا قريش قوموا إلى جنة عرضها السماوات الأرض فأمسك بالتمرات قال يا رسول الله ليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء قال بلى فألقى التمرات قال إنها لحياة طويلة لأن بقيت حتى أكل هذه التمرات استبشروا افرح يا عمير بن الجموع فأنت الآن بعرجتك قد أبدالك الله رجلا صحيحة في الجنة تطير في الجنة حيث شئت افرح يا عبدالله بن عمير بن حرام فأنت تكلم ربك كفاحا بدون حجاب وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب افرحوا استبشروا سعدوا يا من تقدمون أنفسكم نصرة لدينكم رباط يوم في سبيل الله خير من عبادة عام نبقى السلام راجع مع الصحابة من معركة فوجد صحابي عيين تماء عزب حولها شجرة شجرة كده وحت تماء عزب فقال أمكث هنا أعبد الله فرغ لربنا صلوه قيام وصيام بس واش دي بقى لعيال ولا تقرى ولن أفعل ذلك حتى أستأمي الرسول الله ذهب للنبي قال يا رسول الله أفعل كذا قال لا تفعل لا تفعل فإن مقام أحدكم في الصف ساعة جهات ساعة واحدة بس حراسة ساعة وقف ساعة فإن مقام أحدكم في الصف خير من عبادة ستين عاما خاليا ستين سنة صيام وقيام وعبادة وإقبل على الله ذكر وقرآن ستين سنة بوقف واحدة بس استبشروا أيها المجاهدون أيها المرابطون أيها الذين جدتم بأنفسكم ابتغاء مرضات الله وعد على الله أن يدخلكم الجنة وعد على الله أن يرفع قدركم في مئة درجة في الجنة ربنا أعدها خصيصا لكم ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض إن لو أنت أعدت سهرة واحدة بس خلاص عينان لا تمسهم النار عين باتت تحرص في سبيل الله وعين بكت من خشية الله ثم أبشر بعد ذلك إن أكرمك الله بالمكافأة الأخيرة في حياتك بالشهادة دمك بينزف يوم القيامة ريح المسك يغفر له مع أول دفقة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويحل حلة الإيمان الياقوتة منه خير ويكسى تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين من أهله ويزوج باثنتين وسبعين من الحورعين ومع ذلك لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة فهي مكافأة فاستبشروا ببيعكم الذي يبعته طب نعمل إباه بمالك وبنفسك على قدر ما تستطيع لعل الله جل وعلا أن يكرمك برفقة هؤلاء أسأل تعالى أن نزقنا لكم الجهادة والشهادة في سبيله وصلى الله وسلم وبركة نبي محمد والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة شكرا